سؤال الذي بعده يقول ما الحكم في حال ابتلاع المخاط النازل من الأنف أو البلغم متعمداً هل يفسد الصيام السؤال هذا كثيراً ما يتردد على الناس لأن الناس مرات يكون في مجلس يتحرج من أن ربما أنه هذا الذي قد جمعه أعزكم الله وكرم مسامعكم قد جمعه فيه في فمه يعني ولا يستطيع ربما أن يمجه حاشكم يبزقه فيبقى في حرج هل هذا يبتلعه ويصح صومه أو أنه لا ينبغي أن يبتلعه والحقيقة أن العلماء مختلفون في هذه المسألة وجمهور أهل العلم على أنه لا يفطر ابتلاع المخاط لا يفطر كابتلاع البصاق ولكن صرح صرح خليل في مختصره ووافقه بعض أهل العلم من المحققين على أنه مفطر على أنه مفطر قياساً له على الطعام قياساً للمخاط على الطعام والاحتياط للعبادة مطلوب صحيح أن الأولين يقولون بأن الذين قالوا بالجواز وعدم الإفساد والإفطار به قالوا بأنه يعني لا يوجد دليل على أنه مفطر والحقيقة أن هذه عبادة وينبغي أن يتحرى الإنسان في عبادته لله جل وعلا فالعلماء ماذا يقولون في الأخير يقولون إذا كان ابتلعه بغير إرادته فإنه غير مفطر باتفاق أما لو ابتلعه وهو قادر على مجه فأرى والله تعالى أعلم أنه مفطر والله تعالى أعلى وأحكم وهو ولي التوفيق